السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأمرار ومرحبا بالناس لم يشاهدوا فينا داخل وطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلكم مرحبا بكم في قناة شو بير دي زاد اليوم الحصة تعنا وين غادي نتكلمه لإسلام سليماني وين العروض كبيرة تتهاطل على النجم المنتخب الوطني الجزائري وين بدأت العروض تتهاطل على الدولة الجزائري إسلام سليماني بعد نهاية تربص شهر جوان مع المنتخب الوطني قبل أن نبدأوا ماذا بكم أعطونا الجزائري كومنتات فارتجونا الفيديو وين شأنك بعد تربص شهر جوان مع المنتخب الوطني حيث كشفت تقارير إعلامية السعودية أن ابن مدينة عين البنيان تلقى عرضين الأول من عملاق الأسيوي هيلان السعودي والثاني من فريق اتحاد جدة كما ربطت وسائل إعلام الفرنسية اسم سليماني ببطل تركيا للموسم 2019-2020 فريق باشكا الشاهير حنا المهم لعابة كما هذو وين جامب الماضي في ندوة تاعو الأخيرة لدارها وين قال أنا اللاج ما يهمنيش أنا نحوص لعابي جيوان جد وما يهمنيش اللاج أتكلم على إسلام سليماني تكلم على قديورة تكلم على على بن عمري يتكلم على بزاف اللاج تاحهم اللي راهم في نهاية المشوار تاحهم المهم احنا كما يقول لك باذا بنا يقول لدي العاب خالت على نحتاجهم واحد كما إسلام سليماني في الأفريق نحتاجوه 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 وينتمكن الثاني أفضل هدف في تاريخ المنتخب الوطني الجزائري إسلام سليماني من لفت انتباه مناشر الكثير من الفرق بعد اختتام تربص الناجح لفريق الوطني الذي منح خلاله مهندس تتويج القاري فرصة الظهور في ثلاث مواجهات متتالية حيث خاض اللقاء موريطانيا أساسي ودخل باديل أمام منتخب المالي وتونس وكان فعلا في كل مرة من خلال الضغط على الدفاعات الخصوم والدفاع ببسالة عند تضيير الكرة وما شوف كما بن عمري إسلام سليماني كاي واحد اللعابة نورما مو يشكروا جامعة بالماضي صباح وحشية أعطاهم فورص على بال دالهم إشارات يعني هم على بالهم وما رأى على بالهم بالي رأى على بالنا وما مين يخرجوا يدافع نشوف إسلام سليماني ولا نشوف ولا نشوف بن عمري يدافع المدرر بتاعه نحر باللي على فرصة يعطيها لهم كايش يعطيها لهم كايش كايش وآخر ما كايش يلعب بكتا عقله لعب ربع ساعة عيط له عيط الإسلام سليماني عيط له نورما ربع ساعة للعبها مع ليستر سيتي عيط له ولو مكاش دعا عيط له بشي حتى مرقب قياسي تعتصفون دائما وين يستغل فورصة عيط الإسلام سليماني صرته بن عمري بن عمري عطاه عطاه لهم كايش كبيرة عطاه إداله إشار كبير بشي يخرج مليون عاونه عاونه ليش وين يقولون زياد الإعلام كان ساعة كتكون إعلام كيما بكري دو متر دو مترس كارترس 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 كانوا مدعمين من طرف عصابة حداد جما بالماضي شيء يهبلوه على على كيفاش بن عمري روم بلانسو وتعيط له يهبلوه يهبلوه بالرغم من عدم قدرته على تطبيق الخنق الأكثر على الهدف التاريخي للمنتقب الوطني وإضافة أهداف أخرى خلال تربص شهر جوان في 134 دقيقة التي خاضها إلى أن اللعاب السابق لفريق شباب الوزداد لا زال يستقطب إليه اهتمام عدة أندية تريد الاستفادة من خدامته تحسباً للموسم الكروي 2021-2022 الناس يقول لك هراويرا لعب كونت موريطانيا كو مركا غي دوبي تملي حالو لعب كونت المالي كو مركا غي بنت لعب كونت تونس كو مركا غي بنت تملي حالو كغالي ينجح كان يتقرب التاسفاوت وإنصائفة رياضية السعودية أكدت أن المدرب الهلال البرتغالي لناردو يبحث عن مهاجم قوي لبولوه أهداف النادي المسطرة نهاية الموسم ولحى على الإدارة الفاريق الأزرق والأبيض ضرورة استخدام مهاجم الخضر الذي سابق وأن أشرف على تدريبه في نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي وموراكو الفرنسي ذات مصدر أكد أن إدارة الهلال رفعت عرضها المالي دون ذكر قيمة وهو ما من شأنه أن يقنع رئيس جون ميشيل أوليس لبيع ورق التسريح خصوص أن الجزائرية سيحتفل بعيد ميلاده الثالث والثلاثون يوم ثمنتعش جوان الجاري ولم يتم اعتماد عليه كثيراً منذ التحاقه خلال تحويلات الشتوية المنصرمة حيث أشركه مدرب الفرنسي روديو غارسيا خلال 21 مواجهة في 769 دقيقة تمكن من خلال من تسجيل أربع أهداف وصنع أربعة أخرى يعني مركز زوج كونتر مركز زوج في لاغوب تافريك في لاغوب بتاع فرنسا ما عشاء مركز يعني كثيراً كش بزي على هذي قلوب اللي يعني عربكي باش يخدم جاب بن عمري باش يبيعه وجاب فاني كإسلام مسلماني فتره يبيعه هذه هي من جهة أخرى تعاقدت إدارة الهيلان مع قائد النصور المالي موسى مهاجم بورتو الأسبق تحسباً للموسم الجديد وينقص المدرب ليناردو مهاجم واحد لغلق قائمة الانتدابات في خط الأمامي خاصةً بعدما قرر المهاجم الفرنسي جوميز تغيير الأجواء هذا وذكرت تقرير أخرى أن إدارة الاتحاد جدة مهتمة بالمهاجم الجزائري الذي يهدف لضمه لضمان مهاجم مخضرم وتعويض الراحل السربي إسكندر الذي ترجع مستوه كثيراً خلال الموسم المصاري اهتمام الأندية السعودية فرصة كبيرة للعودة قناص إلى مستواه خصوص أن الهلال يشارك في كأس رابطة أبطال آسيا وهو ما سيزمن له البقاء في المستوى العالي وضمان تواجد في تصويات مونديال قطر وفي كأس العرب لأمم المقررة شهر ديسانب المقبل بقطر وكذلك بكأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون باشكا الشاهير قد يؤثر وكما أن إعلام الفرنسي تحدث أمس عن اهتمام نادي باشكا الشاهير تركي بخدمات الهدف الفريق الوطني جزائري وموضح أنه تفضل تفضل بينه وبين قائد المنتخب التونسي صانع ألعاب نادي سانتيتيار الفرنسي وهب الخزري وكشف ذات تقرير أن إدارة فريق إسطنبول مستعدة لدفع ما قيمته أربع ملايين أورو لضم سليماني وهو العرض الذي لن يرفضه رئيس ليو خصوص أن قيمة السوقية للهدف الجزائري تبلغ ثلاثة ملايين أورو بحسب موقع ألماني مختص في تحويلات ترانسفير ماركات وقد تكون الفرصة للجزائري للسأل من نادي والإعلام التركي هذا ويبدو أن فكرة العودة إلى بطولة سوفر ليغ التركية لن يقبل بها أفضل لعاب إفريقي بالقارة العجوز لسنة 2016 بعد ذكرياته السيئة خلال تجربته الأولى رفقة عملاق نادي التركي يعني الموسم 2019 الذي كادت تبعده عن الميادين الأوروبية بعدما تم إبعاده عن مجموعة مبكرا موريس عليه الزغط راهيب من قبل إعلام التركي لولا المدرب جاماب الماضي الذي وضع فيه الثقة الكبيرة واستحبه معه إلى مصر للمشاركة في الكار التي كانت سبب في عودته إلى الوجع من بوابة نادي موراكو الفرنسي لكن حاليا دون فريق تصريحات جورجينيو تؤكد ثقة إدارة ليون بخدمته في السياق منفصل شدد سليماني في أكثر من مناسبة أن مكانته في الميادين الأوروبية وقت انتقال اللعب في البطولة الخالجية لم يحن بعد وهو ما قد يجعله يطلب بالبقاء مع ناديه ليو الفرنسي خصوص بعدما دفع عنه مديره الرياضي جورجينيو مؤخرا حين قال بالحرف الواحد لقناة الفريق سليماني لم تكن لديه العلاقة جيدة مع المدرب غارسيا وبعد رحيله متأكد أن سليماني سمنحه الكثير من إضافة المفس المقبل وأضاف سليماني ستكون له الفرصة الكاملة من أجل خط ما كانت مهاجم أساسي بعد رحيل نجم ليو تصريحاته أكد أن إدارة ليو تمنح كل ثقاتها في الهدف المنتخب الوطني إلى في حال تلقي عرض جيد يساهم في إنعاش الخازينة الفريق ويذكر عنه مهاجم نيوكاسل الإنجليزي إذ قام بتغيير الفريق خلال صائفة المقبلة سيلعب لفريقه السادس في العالم احترافي والثامن منذ بداية مسيرته الكوروية يعني هو لعب في نيوكاسل ما تشبه نيوكاسل ما تشبه نيوكاسل ما تشبه نيوكاسل